عمر كمال عبد الواحد عايز اشيط بيه كتير اوي 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 لاعب مجتهد بشكل يلعب ليفت باك شغال يلعب رايت باك شغال يلعب جناح شغال لما لعب سنتر باك طبعا ما كانش شغال في مبارات البنك بس هو لاعب مميز جدا النهاردة بيملى مكان عالي معلول اللي هو مش مكانه اصلا فكرة زهير ايصر ده مش مكان ما ينفعش بقى عمر كمال عبد الواحد زهير ايصر احنا نقول كده نظريا يعني اللي هو يلعب يا اما باك رايت يا اما وينج رايت النهاردة ناحية الشمال ناحية اللي بيمنع مين عالي معلول النهاردة بيخرج في المركز ده افضل لعب في المبركة كل بلاش تزديدة اللي عملها النهاردة عمر كمال عبد الواحد عملها مع مودر نفيوتشر الدولي الاول مرتين او تلاتة النهاردة بيعملها مع النادي الاهلي ورجل مظبوطة وقوية وسليمة كرة اللي اخد منها ضربة الجزاء في لحظة اكبر المدافع انه هو يعمل معه ضربة الجزاء بزكاء شديد جدا لعم مميز ومخلص وراجل ويتحمل المسئولية ومعندوش مشاكل لا سرخ ولا زن ولا عيط ولا اجلعب اساسي من النادي الاهلي ملتزم جدا ده واحد او ده التاني بعد وسامة ابو علي هيفضل بالنسبة لي امام عشور ورقة مهمة جدا ورقة خطيرة جدا ومفيدة دائما للنادي الاهلي وهيفضل هو الاكثر تمييزا في مركزه في مصر طبقا للامكانيات اللي عنده الدفاعية والهجومية والضغط والاسلام بص 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 الكرة بتاعة عمر كمال عبد الواحد عملها مع فيوتشر الموسم دوت قبل ما انتقل النادي الاهلي اللي هو ايه الكرة تجيلي هشوت وبشوت ايه بقى في المقاص الكرة اللي بيتقال عليها المعلقين بيقولوا عليها ايه لا تصد ولا ترد لا تصد ولا ترد حرفيا يعني حاجة مزيكة يعني بص خد القرار اضرب شكرا طيب